جي هون على مثال التمارين هو بكل بساطة مثال الأول عقلي أناليتيك جوز لامد بير دورو صون إكس إكس سنيني كستي نقطة أبسيسي كاشتر حلا نحن كيف منعرف إذا نقطة موجودة على المستقيم أو لا يعني مثلا لو جيت أنا نقول لكم نقطة A كمثال يعني واحد ثلاثة هل هي من هذا المستقيم اللي هون ولا لا لو كانت من هالمستقيم لازم تحقق معادلته شنو يعني تحقق معادلته يعني لازم أحط ثلاثة ضرب إذا حطيت محلل X XA ومحلل Y YA لازم يطلع معي صح لازم حلا هون بطلع ثلاثة زائد ستة ناقص ستة يساوي صفر ها غلط فالA ما بتنتمي للمستقيم يعني الآن ما هي نقطة من نقاط المستقيم هو شو عقول لي هون عقول لي أنا في عندي نقطة موجودة على المستقيم شو هي نقطة A XXCNNNKST بتقاطع في المستقيم مع محور X حلا إذا بتقاطع مع محور X مع XXCNNN معتها ليه رح تكون صفر الأردنات والأبسيس ما بعرفه ما هو عقول لي أنه حسبه أبسيسي كاتشتر أنا حرف ترضه اسمه A صغيرة معتها هلأ A هاي النقطة بتنتمي للمستقيم معتها لازم تحقق معادلته يعني إذا حطيت 3 ضرب A صغيرة زائد 2 ضرب Y اللي هي 0 ناقص 6 لازم يطلع 0 يعني 3A ناقص 6 يساوي 0 ومنه 3A يساوي 6 يعني A يساوي بالتقسيم مع 3 2 معتها أنا عند بقلة هي نقطة تنتمي للمستقيم ولا نقطة التقاطع بين المستقيم ومحوال X أو محوال Y أنا بفهم مباشرة أنه هاي النقطة تحقق معادلة هاي المستقيم مثال خمسة أنا لتيك دوز لامدين بو دورو سنون X X سنيني كستي نقطة A A هي نقطة التقاطع مع محوال X يعني الأردنات اللي إلى صفر والأبسيس اللي إلى ما بعرفه A مثلا A صغيرة طيب شو بعدها أقول لي Y X سنيني كستي نقطة B ها في النقطة B هي تقاطع مع محوال Y طيب بيرول دور نغري A B مين هي B بما أنه تقاطع مع اللي معتها الـ X اللي إلى صفر والواريات اللي إلى ما بعرفها رح أسميها مثلا T عقل لي أحسب البعد بتعرفوا هذه الأذكلك A B أنا بدي أحسب مين B و مين A بما أنه A تنتمي للمستقيم لازم تحقق معادلته شنون يعني يعني إذا حطيت A محل X Y حطيت محلها صفر لازم يطلع صح ها بيعطيه معادلة لأنه A على 3 زائد 8 يساوي صفر باخد 8 على الطرف الثاني طرفين بالوسطين A تساوي ناقص 24 ها هيك معناته أنا بكل بساطة رح تحسبت النقطة A لاحظوا هلا النقطة B كمان تنتمي للمستقيم بما أنه B تنتمي للمستقيم معادلة بتحقق معادلته يعني سيجل نحطون أي واحد لأنه إذا عوضت من طبعات B يعني صفر على 3 زائد الي اللي هي T على 4 زائد 8 لازم يطلع صفر يعني T على 4 زائد 8 يساوي صفر بنقل 8 على الطرف الثاني T على 4 يساوي ناقص 8 هذا بيعطيني T تساوي ناقص 32 ممتاز هيك صاعدت عند النقطة A شو هي والنقطة B شو هي رح أكتبون هوني فوق A هي النقطة ناقص 24 صفر ب هي النقطة صفر ناقص 32 ها ورح أروح أمساعة أقول لك اللي هي الحسبات اللي ساويتها ما رح تهمني ها بس مشان أنا أكتب هون يعيصلي مجال أكتب يعني بعد ما حسبت النقطة A والنقطة B عرفت شو هوني هلا المطلوب صار أحسب البعد بيناتهم والله صار البعد بيناتهم شغلة ما هي صعبة كتير كتير نحن بنعيف القانون أصلا شو القانون بين البعد بين نقطين A B يساوي نحط جزر كبير قوسين أسة 2 زائد قوسين أسة 2 ناخد الفرق بين الاكسات والفرق بين الوايات ناقص 24 ناقص صفر وعندي صفر ناقص ناقص تنين وثلاثين دي يعني تحت الجزر 24 مع ناقص أسة 2 يعني بتروح الناقص زائد 32 أسة 2 فأنا ده حسب 24 أسة 2 و 32 أسة 2 بكل بساطة وبعدين أجزر يعني 24 ضرب 24 أربعة اللي ما وحفظنا طبعا ستة بواحد بطلع تسعة صفر تماني أربعة بطلع ستة سبعة خمسة يعني يساوي جزر خمسمية وسبعين ستة وسبعين زائد 32 بالتلاتين نضربه على طرف أربعة ستة صفر أربعة ستة يعني أربعة صفر سبعة يعني سبعمية وأربعة وتساوي تحت الجزر نجمعون بعيد صفر يد واحد سمينة بعدين اطنعش هيك بطلع صح 1212 طربت صح أنا أتأكد 2 بالتنين 64 80 1280 طيب 1280 ما لنجزر هدول شو المشكلة اللي عندنا صارت بغرض اللي سألناها شباب تضربوا الخطأ اللي هو 32 بالتلاتين 32 بالتلاتين 64 بعدين قربت 64 لو منه نجبت لأربعة وستين أنا يجب أن أضلو بتلاتة بالأصل يعني 3 بالتنين ستة بعدين تسعة ما هو منطقية 32 بالتنين وثلاثين اطلعي 700 ما هو منطق أصلا فهون 2 صفر واحد يعني زائد 1024 وهلأ بالجمع بطلع 1600 اللي هو جزرة 40 يعني الجواب هو جي طبعا هون أنا مضطر أنا كنت أساوي تربيع لو بعرف خصائص شوي بالأسلو إفادة وهي أنه الأربعة وعشرين بكتبها مثلا أربعة بتمانة والتنين وتلاتي الأربعة بستة مثلا والتنين وتلاتين بكتبها أربعة بتمانة بتطلع أربعة أسا 2 عام المشترك بالقالمية مباشرة وكان حلتها من دومها ألجأ لهذه الطريقة الطويلة نجح على السؤال الثنين مرة تانية دورو سنون أسا 2 نقطة أبسيسي كاتشتر أع 3 تساوي 12 طرفين بالوسطين أع يساوي 36 أو 3 السؤال ستة أنت هو حلات مثله مرة حرجع عيده والسؤال ثلاثة نفس الشي نقع نشوف مثال تاني سؤال سبعة أناليتيك دوز لام د عطيني مستقيم وعبقلي دورو سنون إكس أسا 2 كاتشتر نقطة أ عبقلي هاي النقطة أ تنتمي للمستقيم هاد وهي فعليا نقطة التقاطع اللي بينه وبين المحور إكس اللي هي واضح أنه يالي إلى صفر يأ إكس سنيني كسته نقطة نن كوردينات لذ هان جي سيدير حسبلي النقطة ب اللي هي بتقاطع فيها مع محور يأ حلا اللي بتقاطع فيها مع محور يأ أكيد الإكس اللي إلى الأبسيس اللي إلى صفر طيب وليأ اللي إلى والله ما بعرفو ب لاحظوا كل الإجابات ممكن تصيد إيش لأننا نعري أول شي منقول بما أن هاي النقطة تنتمي للدور فهي لازم تحقق معادلته يعني إذا حطيت محل إكس ناقص أربعة هاي كزائد واحد ضرب ناقص أربعة ناقص كزائد اثنين ضرب اللي هي صفر زائد اثنعش زائد اثنعش لازم يساوي صفر فهذا شو بيعطيني بيعطيني إنه كزائد واحد ناقص أربعة يعني ناقص أربعة كزائد اثنين بصفر بتروح بطلي زائد اثنعش يساوي صفر معادة ناقص أربعة كزائد تساوي ناقص أربعة زائد اثنعش بنقول للطرف الثاني بصير ناقص اثنعش زائد اربعة ناقص اثنين يعني ومنه كزائد يساوي ناقص اثنين اثنين معصاد دورو شو هو الدورو المعالية تبعته كزائد واحد يعني ثلاثة اكس ناقص كزائد اثنين يعني اربعة يزائد اثنعش يساوي صفر صادت هاي هي المعادلة تبعت المستقيم حالي بما ان انا بدي النقطة ب اللي هي النقطة اللي بتقاطع فيها هذا المستقيم مع محور الي يعني صفر وبي رح اكتب انه ب تنتمي لهذا الدورو يعني اذا عوضت قيم ب في المستقيم لازم يطلع صح ثلاثة ضرب صفر ناقص اربعة ضربية اللي هي البي زائد اثنعش يساوي صفر يعني ببقى ناقص اربعة ببي يساوي ناقص اثنعش يعني الجواب D هو الجواب الصحيح اللي عم دور عليه هذه السؤال بعد اسألت الرسم الطلاب عارة بالفحص بجي ارسم اصلا شلون رح ترسموه مستقيم انتو بتعرفوا مشان رسم مستقيم بكافينه نقطتين بس نقطتين بوصول بيناتهم فالرسم بشكل اعتياري شكلته سهله بس اوجد نقطتين من هات مستقيم طيب شلون دا اوجد نقطتين وانتو حطها كيف مثلا حط X0 شوف قد Y Y0 شوف قد X يعني انا كمثال بحالة اللي هون سؤال واحد اذا ما عندي الرسمات وقال يرسمون شو بس مثل هيك جدوى انا بدي اوجد نقاط هاي X هاي Y النقطة اللي رح تطلع لي وحطيت X0 مثلا يترى شقد اللي بتطلع ولا نعود صفر 4 0 3 Y زائد 12 يسار 0 وعط 3 Y يسار ناقص 12 ومن Y يسار ناقص 4 ممتاز معط هاد ناقص 4 هاي اول نقطة فبعوض محل Y0 هاي Y0 اش بيصير معي وعط حل المعادلة المرة تانية بشوفش قد لازم احط X يعني 4X زائد 3 بصفر صفر زائد 12 يسار 0 يعني 4X يسار ناقص 12 تقسيم على 4 يعني ناقص 3 معط بتكون ناقص 3 معط صار جرة نقطتين أنا X0 Y ناقص 4 هي اول نقطة النقطة التانية X ناقص 3 Y 0 إذا جينا نسمنا ونحاول إحداثيات نحن هيك ونعرفون X X 2 Y X 2 تعرفون نقاط مجزئين 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 لا وهي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 طبعا نزل لتحت يعني ناقص 5 ناقص 6 طبعا نحدد أول نقطة أول نقطة اللي هي 0 X 6 ناقص 4 اللي زل تحت ناقص 4 معتها هاي اللي هون طيب النقطة التانية X ناقص 3 رايحة اليسار وما هي مرتفعة ممتاز هاي النقطة اللي هون أرسم المستقيم هاي المستقيم نوصل بيناتهم ها 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 المستقيم اللي بدنا والسؤال ها هاي السنة بالفحص أجا هيك عطانوا هيك مستقيم أو نرسم هاي نحن الرسمات عمنا بس بدنا نطلع مين هي الصح رايحة مرة تانية النقطة هون ناقص 3 X اللي الى وهون ناقص 4 يعني واضح الإجابة الصحية الإجابة D ناقص 3 ناقص 4 هاي السؤال 3 أسهل شكله نيزل لتحت يعني أكيد مثلا الA غلط والJ غلط والD غلط هذول كلهم واحد يطاي واحد ميل X يساوي ناقص 2 يعني دائما X يساوي 2 ناقص 2 يعني واضح أنه هذه الإجابة B شوف هذا المستقيم D ونزل عند X يساوي ناقص 2 هذا سؤال سهل جدا جدا سؤال 2 سؤال وبدي أرسمه شلوم برسمه مرة تانية من سايمة الجدول X Y النقطة X Y وبشوف أنا لما X يساوي 0 شو بيصير والله X يساوي 0 بطلع لي 2 Y ناقص 6 يساوي 0 لأنه ناقص 3 X بتروح يعني بطلع لي Y يساوي 3 2 ضرب 3 6 ناقص 6 0 معت هاي النقطة 3 معت أول نقطة هي 0 3 طيب إذا حطينا Y 0 ولأ إذا حطيت Y 0 كل بساطة Y رح تطير يعني يعني رح يصير عندي هي Y بتطير ناقص 3 X ناقص 6 يساوي 0 يعني ناقص 3 X هي 6 يعني X هي ناقص 2 أنه 6 تقسيم ناقص 3 ناقص 0 و 0 3 بمعنى بحدد Y 3 وال X ناقص 2 لكم جهزين بالرسمات X ناقص 2 وال Y 3 على ارتفاع 3 هدول هنا النقاط الصح سؤال أربعة أناليتيك جزء لمد أي مي بير بلو كي ميل ونص وبعد بالنقطة أربعة ستة أنا إذا أدرس مهات لازم أكتب معادلته وأروح أحطه طيب وين النقطة أربعة ستة والله بالآحة طيل النقطة أربعة ستة بالباحة طيل النقطة أربعة ستة بالجاحة طيل بالداحة طيل بالآحة كلهم بصيروا معادي الشغل بالميل مين ميله رح يكون نص هو الجواب صح د أكيد غلط ليش لأنه هاد ميله سالب نازل بنزول كل ما لحنا على اليمين فهاد أكيد أكيد غلط هاد من نكبه طيب مين نحسب ميله يكون نص بكل بساطة نحن بنعرف شون بنحسب الميل شون بنحسب ه إما بناخد طانجنت الزاوية أو بكل بساطة باخد نقطتين وباخد الفرق الزاوية هاي قلنا الزاوية غلط أكيد الزاوية اللي هون نحسب طانجنت كل زاوية بزاوية حلا بالآ محظوظ عليه بالغلط أحمر إنه ما هو الجواب الصح بجول لو نحسب طانجنت الزاوية اللي هون هو بناخد نحن المقابل بالآ داخد المقابل هذا الطول اللي هو نفسه هذا الطول يعني 6 على المجاول اللي هو هذا الطول اللي هو من الواحد للأربعة ثلاثة يعني هون الآيين يسأل 6 على ثلاثة يعني 2 نحن عم ندور على الآيين يكون نص معاد الآ ما هو زيبت معي صح طيب البي هذا الطول 6 هاي 6 هاي الآيين هاي الآيين على الطول اللي هون بين الاتنين والأربعة اتنين هذا 3 ما بمشي حاله نجي على الج الطول هذا ارتفاع 6 تمام والطول من ناقص 8 للأربعة والله من ناقص 8 الصفر في 8 ومن صفر للأربعة على 12 طبعات هذا يساوي المال اله 6 على 12 يعني نص اه تمام هذا الطول المطلوب الآيين نص طعف اله بيكون غلط اجبار اجبار السابت 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 على ما نلاحظ انه 1 3 لازم تساوي 2 على ناقص k تساوي ناقص 3 على ناقص 9 ناقص مع الناقص بالنوح بتاع 1 3 او معانت الاخير ما فيه مشكلة مشكلتي هي في النص انا ضرب الطرفين بالوسطين يعني ناقص k يساوي 6 يعني k يساوي ناقص 6 الجواب ايه تقشك منطبيقين معانت كل النسب لازم تكون متساوية parallel parallel معناته امثال x على امثال x لجنب x على لجنب x لازم يساوي لجنب y على لجنب y وما لازم يساوي السابت على السابت لانه اذا ساوى صار تشاق الشرط واضح 3 على 1 ما ي 5 على ناقص 1 يعني هذا الشرط محقق انا بدي لك طرفين بالوسطين 3 k يساوي ناقص 6 قسم على 3 يعني الجواب دي سؤال 2 شك مرة تانية او معت كلا على بعضهم لازم يكون قط بعض بس هون حتطلي الشكل مثل ما بدي ايا هذا الشكل ما هو مثل ما بدي انا بزبط اخد y ناقص 3 x زائد 2 يساوي 0 لازم يكون بهذا الشكل مشان احسن اشتغل القانون امثال x هون ناقص 3 اي ناقص 3 امثال x بالتاني اللي هي 6 لازم تساوي امثال 1 امثال k لازم يساوي السابت 2 على ناقص 2 هاي معنى تشق الشكل طيب شو يعني هاد الحكي ناقص 3 على 6 يعني ناقص 1 2 هو لازم يكون 1 على k نفسه ويكون 2 على ناقص n يعني ناقص 2 على n كأنه المعادلة الاولى انبيني ناقص 1 2 يساوي 1 على k هاي شو بيعطيني بيعطيني انه ناقص k يساوي 2 يعني k يساوي ناقص 2 هاي اول وحدة والمعلومة التانية لو أخدت هاد ناقص نص يساوي ناقص 2 على n طرفين بالوسطين ناقص 1 بn سيناقص 2 ب2 4 يعني n يساوي 4 مع التصال k ناقص 2 زائد 4 يساوي 2 يعني الجواب الصحيح هو الجواب b كل حسابات فعليا سؤال 6 parallel لازم أساوي الشكل نظامي هذا هذا الشكل لازم يصير y ناقص m بx ناقص 4 يساوي 0 وأحط المعادلات اللي بتقول أمثال x 2 على أمثال x ناقص m يساوي أمثال y 3 على أمثال y وهي 1 طبعا لا تساوي السابت على السابت أنا ما بهمني هذا طرفين بالوسطين ناقص 3 100 يساوي 2 يعني 100 يساوي 2 على ناقص 3 3 ناقص 2 على 3 يعني الجواب هو 1 فدائما الparallel أمثال x على أمثال x أمثال y على y وهكذا 2 3 يعني كمثال أقول لي مين من هدول تشاق الشك سؤال 13 والله مين من هدول تشاق الشك لازم أن كل الأمثال يكونوا نفسه أو متساوين إذا قسمتم على بعض الاتنين على ناقص أربعة لازم تساوي ناقص ثلاثة على ستة لازم تساوي واحد على ناقص اثنين والله اثنين هي نص الأربعة ثلاثة نص الستة واحد نص الاثنين تمام هذا كله نظامي معاً هذا الجواب الصح فعن كلهم إلى الناقص فهذا ما بهمني الناقص تمام ناقص 2 على 4 ولا 2 على ناقص 4 المهم في ناقص للكد فهذه الجواب فعليا صح الباقي إذا بتشوفوهم لا كمثال الب طلعي 3 على 1 لازم تستعي ناقص 1 وناقص 3 لازم تستعي 6 على 6 الواضح تخبيصها الج عندي 3 على 3 أمثال X أمثال Y 5 على 5 صح بس بعدين 1 على ناقص 1 ما مشي الحال طلعي سالب ال-D في 2 على 1 واحع ناقص 2 واضح إنه هادي غلط وهذاك 6 على 6 هادي كله تخبيص اللي بعده 3 على 4 ناقص واحع ناقص 3 فأكيد كمان غلط فهذا إيش معناته هوا قامت بيكونوا باراليل قامت بيكونوا تقشق طبعا إذا كانوا لا باراليل ولا تقشق لأنه منطبقين ولا هنه متوازيين لكل بساطة في معناته بتقاطعوا بنقطة يعني لا عبد كونوا بنطبق على بعض ولا متوازيين مع بعض معانته هدول متقاطعين بنقطة وحدة طبعا عادة بنطلب مني أحسب هاي النقطة كمثال سؤال أول الوظيفة اللي بعدها كان كاسيش تيكلي نقطة نون بولونوز بحسب لي هاي النقطة اللي بتقاطعوا فيها طبعا ها بيكون السؤال أسهل الشي ليش حال معادلتين 2x ناقص y يساوي ناقص 2 إذا نقلنا الاثنين لهون وx زائد y يساوي الخمسة نضرب فوق بعدد وتحت بعدد بحيث يصير ال-y مثل ال-y تحت بس واحد سالة بواحد موجة أو ال-x بس هون جاهزين يعني هوا إذا ناقص y وزائد y نجمع 3x ال-y مع ال-y بتروح طلع ال-3 يعني ال-x واحد والله حسب المعادلة إذا x واحد حسب المعادلة اللي هون x زائد y خمسة إذا x واحد معاتل y أربعة بكل وضوح واحد زائد أربعة خمسة معاتل النقطة هي x اللي إلى واحد وال-y اللي إلى أربعة يعني الجواب A نسال تاني المعادلتين التاليات ناقص 2x زائد 3 يساوي 2 x ناقص 2 يساوي ناقص 3 حلوا المعادلتين والله هون ما بحسن إذا جمعناه هون أو ما جمعناه هون رجل ساوي ضدرب فوق بعدد وتحت بعدد حيث يروح أو ال-x أو ال-y رح أضرب مثلا تحت بناقص 2 هاي المعادلة رح أضرب كلها بناقص 2 أو زائد إذا ضدرب بزائد بصير 2x مع 2x بروحه رح أكتب المعادلتين شو بيصير ناقص 2x زائد 3 يساوي 2 تحت ضدرب بـ 2 2x 2 بناقص 2 ناقص 4 ي 2 بناقص 3 ناقص 6 بالجمع ناقص 2x و2x راحوا 3 يو ناقص 4 ي بطلعي ناقص 1 ي 2 ناقص 6 بطلعي ناقص 4 بدرب بناقص يعني يساوي 4 طيب بحسب x والله بروح بعوض بوحلم هالمعادلات مثلا لو عوضت بهاي المعادلة طبعا إذا عوضت تحت نفس الشي سأسميه المعادلة 1 إذا عوضنا بالمعادلة 1 1 شو بصير تعطي قلي ناقص 2x زائد 3 ضرب 4 يساوي 2 يعني ناقص 2x يساوي 3 ب4 طبعا 12 باخداري الطرف الثاني بصير 2 ناقص 12 ناقص 10 ومن هو x بنقسم على ناقص 2 يطلع 5 يعني ال-y 4 وال-x 5 يعني الجواب هو الجواب j